وجه وزير البترول طارق الملة بأهمية زيادة تأمين الأرصداء وإمدادات المنتجات البترولية على كافة المحور والطرق الحيوية والمناطق الجغرافية وتكفيف عمليات المرور على المستودعات والمحطات وخطوط الأنبيب على مدار فترة إجازات عيد الأطحى وما بعدها جدلك خلال تفقده سير العمل بغرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظمة تكرير وتصنيع البترول حيث أكد الملة على أن بناء نظام مراقبة وتحكم آلي قطوة تطويرية مهمة تضاف لصناعة البترول المصرية والكوادر العاملة بها والتي اكتسبت خبرات مهمة من خلال معاصرتها لعمليات التطوير مشيرا إلى أهمية ما تم تطبيقه من تحول رقمي في إدارة ومراقبة منظومتي مصافي التكرير ونقل وتوزيع المتجات البترولية التي توفر على مدار الساعة بيانات لحظية حول عمل المصافي ومعامل الجودة بها ترجمة نانسي قنقر